شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقائع الندوة التثقيفية الثامنة عشر التي نظمتها إدارة شؤون المعنوية للقوات المسلحة بدأت الندوة بمحاضرة للدكتور أسامة الأزهري تناولت ما تواجهه الدول والشعوب العربية من صور التشدد والتطرف والبعد عن القيم والمبادئ السمحة التي أرساها الدين الإسلامي الحنيف وتأثير ذلك على أمن واستقرار الشعوب وقدرتها على التماسك في مواجهة الفتن والتحديات الإمام القرافي دي يقول لك إيه حكمة الحج إحنا كلنا بنفهم الحج على إنه رحلة فيها التجرد من المال والملبس وكذا وفيها مشقة لا إلا القرافي بعقله المنير يلمح فيها معنى رفيع يقول لك ومن أجل مقاصد الحج تهذيب الأنفس بمشقة فراق الوطن يا سلام وييجي إنسان حالي معاصر ليس له في العلم أي سجل ولا تاريخ ويقول لك ما فيش في الشرع الشريف آية ولا حديث بيقول إنه الوحد يحب وطنه طيب آدي كلام المفسرين آدي كلام المحدثين آدي كلام الفقهاء شوف من كلام العباد والزهاد إبراهيم بن أدهم سيد الزهاد يقول ما تركت في عمري فيما أتعبد به إلى الله شيئا أكابد فراقه كفراق الوطن الأصمع بيقول لك إذا أردت أن تعرف نبل الرجل وعقله فانظر تحننه إلى وطنه وأذكركم مرة ثانية بالحديث إنما أتخوف عليكم رجل آتاه الله القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام غيره غيره يخترع مفهوم الحاكمية مفهوم الجاهلية تشويه مفهوم الوطن آدي تغييره غيره إلى ما شاء الله فمال على جاره بالسيف ورماه بالشرك كما تناول اللواء أركان حرب محمد الشحات مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع أبرز التحديات والتهديدات الأمنية الداخلية والخارجية التي تستهدف التأثير على قوة وتماسك الدولة المصرية وقواتها المسلحة أعقبها محاضرة قدمها مدير مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية التابع لإدارة الشؤون المعنوية تضمنت تفنيدا للعمليات النفسية وحرب الشائعات التي تشنها الجماعات الإرهابية للنيل من عزيمة وإرادة المجتمع المصري وكيفية مجابهتها والوقاية منها وقام الفريق أول صدق صبحي بتكريم عدد من قادة الوحدات تقديرا لتفوقهم وتميزهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها خلال الفترة الماضية وأكد القائد العام أن القوات المسلحة تسير بخطوات ثابتة نحو التطوير والتحديث حيانا قبل ما أبدأ اللقاء معاكم أو أقول الكلمة بتاعتي أحب أن نقوم بديها أحداد على شهدائنا الأبطال من قوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الفترة الفادي دي كلها ونقرأ للمفتحة نظر المصرحة أفن طبعا في بداية أتكلم معاكم المهني أنفسنا جميعا وكل الشعب المصري بقدوم شهر رمضان الكريم ربنا سبحانه وتعالى يا رب جعاده يعود علينا السنة الجاية ومصر إن شاء الله بعمل أن تبقى بأحسن حال كل سنة طيبين جميعا برضو في بداية أتكلم معاكم بني أقول لكم تحيات سيد مشير عبد فتح سيسا رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة هو يشكركم على الأداء الرائع الذي أدتوه لكن هو يشكركم على أداءكم الرائع خلال الفترة التي فاتت ويقول لكم أدوا أحسن من الذي أدتوه الفترة الجاية لأن بلدكم محتاجة الأداء بالشكل هذا الفترة الجاية أن الفترة بالرغم أن مصر عدت بأحداث جسيمة جدا منذ بيت أحداث 25 يناير 2011 لغاية دلوقتي إلا أنه بالرغم أن مصر في الوضع الاقتصادي والوضع الأمني أفضل بكثير جدا من الأول من الأيام أحداث 25 يناير لغاية دلوقتي ولكن بقول أنه لما شوفنا الخريطة وشوفنا المخاطر اللي بتحيط بمصر من كل جانب كان مخطط لمصر تبقى كده برضو مش تبقى زي الخريطة لأ تبقى زي البلاد اللي حواليها لكن بفضل المولى عز وجل سبب رئيسي المولى عز وجل سبب روحاني أما سبب المادي هو وجد جيش عظيم شريف نظيف عندهم من الوطنية وحب الوطن حاجة مستوى يعني يرقى كل تخيل مشددا على أن أمن مصر وسلامتها يكمن في قوات مسلحة قوية وقادرة ومستعدة دائما لبذل الجهد والعطاء بكل تفان وإخلاص وتجرد مشيرا إلى حجم المسئولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة خلال المرحلة القادمة والتي يجب أن تترجم إلى أداء متميز وروح قتالية ومعنوية عالية لاقتلاع جذور التطرف والإرهاب ومعاونة كافة أجهزة وقطاعات الدولة لسرعة بناء الوطن وتوفير مقاومات الحياة الكريمة لجميع أبناء الشعب المصري وأدار الفريق أول صدقي صبحي حوارا مع القادة والضباط استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات وعشار إلى الجهود والمواقف المصرية تجاه مختلف التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المنطقة وما تحظى به من تقدير واهتمام عالمي باعتبارها من أهم القوى الفاعلة في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط مؤكدا أن الشعب المصري يقدر لأبنائه من رجال القوات المسلحة الدور الوطني المشرف الذي بذلوه طوال الفترة الماضية وما يتحمله من أعباء وتضحيات للحفاظ على تماسك الوطن واستقراره تزامنا بالمساهمة مع كافة مؤسسات الدولة للنهوض بمصر في شتى المجالات حضر الندوى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر